احتهداف قوات النظام لمنطقة الهام المخاصرة بالدبابات وقزائف المدفعية في استمرار لمسلسل التهجير والتدمير الذي يغطيه النظام بمظلة ما يسميها المصالحة مدينة قدسية والهامة بالغطة الغربية لريف دمشق على موعد مشابه لما جرى في مدينة دارية ومناطق أخرى في ريف دمشق فبعد أيام من التصعيد العسكري الذي شهدته المدينتان من قصف عنيف ومحاولات اغتيحام من قبل قوات النظام تم توصل يوم السبت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقتين مقابل تسوية أوضاع الثوار أي بمعنى آخر تسليم سلاحهم الكامل خلال مدة ثلاثة أيام مراسل أورينت نيوز قال إن اجتماعا استمر ست ساعات انتهى بهذا الاتفاق ومن يرفضه من الثوار فسيتم نقله باتجاه الشمال السوري على أن تعدى الهدنة في المنطقة ويتم فتح الطرقات وإدخال المواد الغذائية دون دخول قوات النظام وأن يتولى الأهالي شؤون المنطقتين وحمايتهما وبحسب مراسلنا فإن مجموعات الجيش الحر الراغبة بالخروج قد وافقت ضمن عدد من الشروط أهمها تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من عسكريين ومدنيين والتأكيد على وجود مرافقة أممية لحمايتهم وإعطاء مهلة زمنية لتنظيم قوائم التسجيل والاستعداد للخروج إضافة إلى خروج المسلحين بسلاحهم الفردي وتحديد المنطقة التي سيتم الخروج إليها ناشطون قالوا إن منطقتين قدسية والهمة من أكثر المناطق حساسية بالنسبة للنظام في ريف دمشق لأنهما تقعان على مقربة من مساكن الحرس الجمهوري ونقاط حساسة تابعة للنظام وهو سيناريو مشابه لما قام به في مدينة دارية المجاورة لمطار المزة العسكري ويعمل النظام كما يرى محللون على تحصين العاصمة دمشق وبناء حزام أمني في محيطها عبر اتباعه لسياسة ما يسميها بالمصالحة التي يسبقها بحملات من التدمير والحصار والتجويع تجبر الثوار مكرهين لا مخيرين على القبول بتلك الاتفاقيات بعد سنوات من الصمود في مناطقهم